تتغير سوناريوهات الحرب ومواقع السيطرة في المناطق الواقعة ما بين محافظتي تعز ولاحجة بسرعة كبيرة فبعد أن حاولت الميليشيا التقدم باتجاه محافظة لاحجة عادت المقاومة الشعبية وقلبت المعادلة وبحسب مصادر ميدانية فإن المقاومة الشعبية تقدمت في جبال كهبوب التي تبعد عن مضيق باب المندب الاستراتيجي بحوالي 35 كيلو مترا وتمكنت من تحرير العديد من الجبال والتباب من سيطرة الميليشيا المصادر ذاتها أفادت بمقتل وجرح العديد من عناصر قوات المخلوع والحوثي جراء المعارك المندلعة منذ أسابيع ونتجة للطبيعة الجغرافية في المناطق الواقعة ما بين الصبيحة وباب المندب والتي تعد مناطق جبلية شديدة لعورة فإن الحاجة للسلاح النوعي تبدو ملحة لحسم المعركة وهو ما لا يتوفر للمقاومة الشعبية التي تعتمد على الأسلحة الشخصية ومعرفتها بتضاريس المناطق في خوض المعارك إذن هي حرب مستمرة تتغير فيها الموازين ما بين الفينة والأخرى ويبدو فيها المدى طويلا لتحقيق الحسم ما لم يحدث طارئا جديدا في طبيعة الدعم المقدم للمقاومة الشعبية أو من قبيل اتخاذ قرار بالاعتماد على الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر